قانون يشرع فيسن فيطبقه المسؤول هذا ديدن المتزن يزرع في البلاد قافية النهج القويم ويحيي ثقة ظلت دفينة لسنين اليوم يعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم فيكتب بصريح العبارة في سجل القانون احتراما للعراق ويعلن ذمته المالية للعام الحالي لا خفاء بين السطور او تجاوزا عن المستور هو المطلوب فينفذه الرئيس واجبا عليه لا تهميشا وتسويفا فالذمة حق مراد له ان يظهر واجابة على سؤال من اين لك هذا ما يملك او يصرف او تكتبه الارقام كل هذا يكتب بحبر واضح اللون امام الجميع تحقيقا للنزاهة والشفافية اما ما يكتب بحبر سحري فيذهب خفية ويحسب على حساب دفتر العراقيين لا مكان له في حسابات الكاظمي الذي تسنم زمام الامور رئيسا للعراق ليؤدي واجباته ويعرف حقوقه وهو بتقديم ذمته يؤسس اليوم عهدا جديدا يعيد للعراقيين ثقتهم بالحكومة ويقدم المشهد واضحا امام الواطنين بكل ثقة ويعيد لهم حقهم في شفافية مرجوة منذ زمن كان يختفي فيه الحق او يغيب وتستباح فيه الضمائر والذمام وترتسم الرسالة الواضحة والثابتة على جبين العراقيين اليوم بامال يريدون لها ان تتحقق ويكمل الكاظمي مسيرته الى اخر طريق الانجاز في ظل ظروف صعبة يدخل فيها رئيس الوزراء الشد بابير ويحارب الفساد بقرارات جريئة اثلجت صدور العراقيين بعد فقدان الامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر